موسيقى نستمر مع الكابتن محمود الخطيب ونذهب إلى جانب آخر غير الجانب الرياضي نذهب إلى كورونا وما حدث في العالم من جراء هذا الوباء اللي عم العالم كله كل يعني في ظل كورونا الأهلي يقدم والأهلي ينجز والأهلي يتميز المعادلة أنا شايفها صعبة شوية شوف الله كان الحقيقة ممكن لازم كل العالم متأثرا للأهلي لا الحمد لله على مستوى البطولات لا الحقيقة كان ظروف صعبة جدا جدا وكان الحقيقة كان في رؤية ورؤية أنا مقدر جدا جدا لجميع المعظم أندية مصرية كانش عايزة يعني شايفة أن البطولة ما تستكملش والكورة ما تستكملش في الموسم ده لكن ناجي أهلي كان ليه وجهة نظر واحد أن لازم الدنيا حياة تمشي ولازم البطولات تستمر ولازم الدنيا تجري والناس اللي بتاكل ناس اللي أكل عيشها من العمل في الكورة ده قدر لازم الدنيا العجلة تسير الحقيقة يمكن أنا هنا برضو بس عايز ده كان وجهة نظر بعض الأندية وجهات نظر مختلفة من بعض الأندية من الناجي أهلي وبعض الأندية ومعظم الأندية الآخر وده شيء أنا بقول لك مقدر جدا لأنني عارف ظروف كل الأندية وهم الحقيقة كانوا بيكلموا منطلق برضو سليم وصحيح لكن سليم وصحيح وفي نفس الوقت البلد بقى تمشي ازاي هنا كان الحسم وده لازم نرجع بقى الفضل لأصحابه يعني الحسم في الموضوع ده وقت الدولة المصرية الدولة المصرية ممثلة في مثلا مجلس الوزراء ممثلة في قواتنا مسلحة في الشرطة ازاي النشاط يرجح وازاي الحقيقة بذلوا موهود كبير جدا جدا ان الحياة ترجع تاني تحت كل الضغوط الصعب جدا كل الدولة طبعا تحت اعتقد قيادة حكيمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فالنقطة يعني اليوم احنا نتكلم عن كورونا ونتكلم عن التأثير على مستوى وما يمر به العالم انا اليوم في مصر اشوف شوارع اشوف منشآت اشوف منشآت سيد الرئيسي يعني مع مجلس الوزراء ومع جميع الجهات المسؤولة في الدولة بيشرافه وبتوجيهاته يعني انت شايف النهضة مشاريع كبيرة موجودة في البلد شايف استقرار امن موجود شايف نهضة طرقه يعني حقيقة واضحة جدا على كل المستويات شايف ازاي هناك علاقات داخلية وخارجية على مستوى عالي فانت الدولة بتتحرك لازم احنا كلنا وعلاقات خارجية على مستوى عالي جدا لازم كنا نساند هذا الامر ولازم كلنا ندعم ده وندعم ده بحبنا البلادنا بسقطنا في القيادة الحقيقة اللي انا شايف انه في في قيادة فيها حكمة وفيها قوة ازاي لازم الامر